السلام عليكم مرحبا بكم من جديد اليوم ان شاء الله في المطبخ والبيت مع سوما نحضروا مع بعضنا دونت سهلين وابنين يجيوا خفف ما يجيوا شمع الجنين نمروا ان شاء الله مع بعضنا في بول بسم الله نحطوا كاس ونص حليب دافي الكاس انا هنا يتعي يوزن 100 ميلي لتر وانتم ما تقدروا تكيلوا بالكاس اللي تكيلوا به ديما نحط ربوع كاس زبدة دايبة او مارغارين ربوع كاس سكر قيس جزم غرف كبار مغرف خميرة خبز نحط شيء سكر فانيلا ونخلط الخميرة تاعي مع الحليب دافي باش تتفاعل شوية نضيف عليها اول حاجة زوسكيسان فارينا بيدا ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة خميرة كيميائية ونجمع العاجين تاعي نضيف اتنين كاس فارينا خلاف والكاس الخامس نضيفه بالتدريج حتى نتحصل على عاجينة تكون طارية على هذا الشكل نعجنها من بعد ما عجنتها لبنات سبع دقائق نحطها تختامر من بعد ما اختامرت لي العاجين لبنات نحبط الهواء بهذه الطريقة مدة الاختمار قد ما تخليها تختامر هي مليح انا خليتها ساعة كاملة كفاية اهنا نحط شوية فارينا ونبدأ نطرح العاجين تاعي بالقراز السمكتها يكون واحد ونصف سنتيمتر وبهما تجيش عالية بزاف وتجي معجنة ما الاحسن ديروها القيقة به تختامر احسن وتجي خفيفا ما تجيش معجنة بعد بواسطة كاس او قطع الدونات نقص دوائر على هذا الشكل قطع صغيرة ونقص في الواسط نجيب صينية مرشوشة بالفارينا ونحط دوناتاي على هذا الشكل ونخليها تختامر مرة اخرى من بعد ما اختامر على هذا الشكل نمر للقلي في مقلات تكون غامقة شوية لبنات نحط الزيت درجة الحرارة تكون متوسطة نحط الضوناتاي على هذا الشكل ونبدأ نقلب عليها الزيت باش تنتفخ وهنا درجة الحرارة تكون متوسطة لبنات باش تطيب الكم من داخل ومتجيش معجنة الخاميرة الكيميائية طبعا راح ايضا تخليها تنتفخ وتجي خفيفة ونكمل كامل الكمية بنفس الطريقة من بعد ما فضيت لبنات القليان تاعد دونات هادي الكمية اللي اعطاتها لي الكاس ليوزن 100 ملي هنشوفها كمية لبس بيها بالنسبة للتزيين لبنات طبعا هو اختياري لكن انا الزونات نحب نزيينها فقط بالشيكولة ولادي يحبها بالشيكولة كيما انا دوبت 200 جرام مع شوية زبدة وشوية حليب ونخليوها البنات تقيلة ما تجريوهاش بزيب باش تقعد حكما روحها فوق حبات الدونات احنا تحبو ترشو عليها برميسيل او بيبات الشيكولة كيما تحبو اختياري تحبو تديرو ايضا قلاساج او تزينوها بخطوط وهنا دونات داعي بعد ما فضيت التزيين تحها وخليتها وقت معين باش نشفت الشوكولة تعنا هديك فوق الدونات هنا نحبيت نفتح لكم كعبة باش تشوفوها من داخل شوفو البنات تجي قطنية وخفيفة هشة روعة نتمنى ان شاء الله هي البنات تعجبكم الوصفة تعييت عنها اليوم وتجربوها ان شاء الله وتنال اعجابكم وفي الاخر نبقى لغير نقلكم في وصفة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم شكرا